اشتركوا في القناة انتوا تتسجلوا على المنصة وتنطروا رسالة لتحديد تاريخ ومكان الموعد اما اليوم فكل ياللي عليكم تعملوه انكن اولا تكونوا مسجلين على المنصة بس من دون ما تنطروا اي رسالة وتانيا تتوجهوا على اقرب مستشفى معتمدة كمركز للقاحات وهون يا فورا بتتلقوا اللقاح يبكون اسمكن على الويت انجليست سريعة في يقدر المواطن بس يكون مسجل على المنصة ويجي يعمل الوقتين على اي مركز من المراكز نحن نشرنيها اليوم على موقع بظارة الصحة العامة كمان بالفئات العمرية والمراضية نزلنا بلقاح فايزر لعمر خمسين وما فوق يعني نحن وصلنا لستين نزلنا خمسة وخمسين لتسعة وخمسين هذا كمان لانه صار في عنا وفر بعدد اللقاحات اللي وصلونا بشهر ايار وصلنا تقريبا عربين لقاح فايزر اكتر من الرقم اللي كان محدد هذا عطانا شوية مرونة بترتيب الاولويات وتعديل سريع للخطة هالأرار الإيجابة للمواطنين كان نتيجة عمل اللجنة التنفيذية برئاسة وزير الصحة والمعنيين بهدف طمأنة اللبنانيين حول فعالية وأمان الأسترزينيكا والتوفير على جيبتهم كمان استراتيجية المرحلة أنه نوسع مروحة التمنيع المجتمعي أفقيا إضافة لستراتيجية اللي كانت ماشي بالخطة الوطنية عموديا عم ناخد الكطاعات المختلفة اللي هي معرضة للخطر للإصابة أكتر وبنفس الوقت للي عم بكل يوم بتابقوا مع الناس وخاصة بالكطاعات العامة القوى أمنية وعسكرية وغيرها سؤاله بيطرح نفسه شو ما صير المواطنين تحت الأربعين سنة تحت الأربعين هي الفئات عادة الأقل عرضة للخطر إذا كانوا بالكطاع العام نحن هلأ اجتماع نحن الرئيسي مشموشي مدام مشموشي وبروفيسور أيوب الجامعة اللبنانية لحتى نستكمل خط التمنيع القطاعات العامة والإدارات العامة والوزارات أكانية عسكرية أم مدنية هاو نحن عم نحميهم وأكيد ما دون الأربعين من كافة شرائح المجتمع لحق بنصح زيران وأول تموز أكيد لحيكون لدينا عدد وفير من اللقاحات لحي تنغطي كل الفئات المسلحة أكثر زينيكا أو فايفر؟ بالنسبة لأن اللقاح المتاح هو الجيد والآمن والفعال لماذا يجب أن نتردد أبدا أن ناختره وعلى الرغم مما كشف وزير الصحة عبر الأوتيفي عن أن عدد الأسرة الشغيرة حاليا هي تقريبا سبعين بالمئة ومع أن الأرقام الأخيرة مشجعة والمؤشرات إيجابية إلا أن الحذر واجب عم نترقب بحذر أعداد الإصابات اللي ممكن تسجل خلال الأسبوع أو العشر تيام وبالتالي ما بنقدر نبني على الأرقام اللي مرأت بالأربعة أو خمسة أيام رغم من مؤشرات الإيجابية بعدد الوفيات وبالحسر بها المعلومة أنه عندنا اليوم نحن عدد أسرة العناية الفائقة المخصصة لكورونا هي شغيرة بنسبة 70% والأسرة العادية كمان بحدود 75% الأرقام مشجعة المعطيات مشجعة ولكن يبقى سلوك المجتمع التزام المواطن نطعز ونعتبر من موجة تموز 2020 اللي حسينا أنه الناس كأنه ما بقى في كورونا وأدت إلى حدوث موجة تانية نحن نخشى ما نخشاه الآن هو إن الله صمح الله بالاستهتار أو الأفرات في التفائل بالأرقام أنه نكون سبب لا صمح الله بهالسلوك الغير منضبط مثل ما لازم نكون عندنا موجة مخبية لنا مسار الانتصار بالمعركة دوت كورونا بعده طويل ومثل دايماً بيتطلب تعاون الجميع من دون أي استثناء بس الأكيد الحمل الأكبر بيوقع على عاتق الفرد فهو بيحمي كل المجتمع معها الخبر موصل لختم أخبار المساء للمزيد تابعونا عبر إنستجرام فيسبوك وتويتر شكراً للمتابعة وإلى اللقاء